اشتركوا في القناة اهميته نظرا لتوجه الحكومة الموقرة لتشجيع ودعم الاستثمار في الاستزراع السمكي جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين صندوق العمل تمكين بوكلة الزراعة والثروة البحرية وتهدف الاتفاقية الى دعم وتدريب 15 بحرينيا في مجال استزراع الاسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين وقال الوزير خلف ان الحاجة لوجود كفاءة في مجال الاستزراع السمكي يحتم على الوزارة السعية نحو ايجاد البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة ايجابية للصالح العام قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية محمد القائد ان حكومة مملكة البحرين ماضية نحو التحول للاقتصاد الرقمي في ظل الثورة التكنولوجية التي نشهدها مؤكدا على ان رقمنة الاقتصاد ستسهم وبشكل كبير في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة الداعمي للابتكار والابداع في تقديم الخدمات جاء ذلك خلال مشاركة القائد في الجسد الحوارية الخاصة التي دارت ضمن برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي بالمملكة الاردنية الهاشمية واوضح القائد ان البحرين من اوائل الدول في المنطقة التي تبعت الشمولية في سياستها وبالاخص تلك المعنية بالابتكار بغية الاسهام في رفع كفاءة العمل الحكومي ومستوى رضاء المستفيدين في اطار معاير زمنية وفنية محددة قامت شركة البحرين للاستثمار العقاري اداما الذراع العقارية لصندوق الثورة السيادية لمملكة البحرين بالتوجه الى تملك ما نسبته 36.6% من السهم شركة البحرين لمواقف السيارات الشركة المساهمة العامة والمدرجة في بورصة البحرين وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية ادامة طويلة الامد لتطوير المزيد من المشاريع الجديدة تلبية لمتطلبات الاسواق المحلية وصرح السيد امين العريض الرئيس التنفيذي لشركة ادامة ان هذا التعاون سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة على مستوى البملكة كما تتطلع ادامة لإقامة المزيد من علاقات التعاون والشركة مع شركات القطاع الخاص مستقبلا بهدف تطوير المرافق الحيوية المتاحة للعامة والآن نتابع أسئار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع مشاهدين النشر مع اغلاقات تسواق المال في تعاقدات اليوم نبدأ مع بورصتنا المحلية حيث انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.41% بإقفال عند مستوى 1440 نقطة وشهدت تدولات انخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية وأيضا الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 6.97.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.367.000 دينار تم تنفيذها من خلال 90 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى اغلاقات باقي البورصات القليجية فقد كانت أغلب الأسهم في الاتجاه للصعود بنهاية التداولات مع الاستقرار النسبي لأسعار النفط اليوم نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي يقفلت بارتفاع بنسبة قارب 10 نقطة مئوية بإقفال عن مستوى 9047 نقطة مع تقدم الأسهم القيادية في السوق السعودية مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كانت مغلقة على تراجع باللون الأحمر بنسبة 1.56% بإقفال عن مستوى 6104 نقاط وذلك بتأثير من عمليات البيع على أسهم السوق القيادية وبالتوجه خاص للأسهم البنوك ننتقل للأسواق الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية قفلت بارتفاع طفيف بنسبة 0.01% بإقفال عن مستوى 5076 نقطة وذلك بسبب تقدم قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات المالية سوق دبي المالية قفلت بارتفاع أيضا بنسبة 0.17% بإقفال عن مستوى 2800 نقطة واحدة وذلك بدعم كبير من تقدم قطاع الصناعة وأيضا الاستثمار أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية قفلت بإذا تلقفال يوم أمس عند نسبة 3971 وذلك مع صعود قطاعي الصناعة والخدمات في تدولات اليوم حطم الإصدار الأول من شركة أرامكو السعودية رقما قياسيا بحيث تلقى الإصدار الأول من طرح السندات الدولية للشركة حتى الآن طلبات تصل إلى 100 مليار دولار بحسب وكلة بلومبرغ أي بأكثر من عشرة أضعاف المطلوب ويعكس هذا الإقبال الثقة العالمية بتدفقات المالية للشركة وباقتصاد السعودية ومؤسساتها ومن المتوقع أن تجمع أرامكو أكثر من عشرة مليارات دولار من العملية الموزعة على ستة شرائح بأجال استحقاق بين ثلاث سنوات وثلاثين عاما وقبل تسويق الصفقة قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن المؤشرات الأولية لإبداء الاهتمام بالإصدار كانت تتجاوز 30 مليار دولار اتفق الرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الاتصالات السعودي عبدالله السواحة على التعاون بين البلدين في ملفات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي جاء ذلك على هامش فعاليات المتدى السعودي المصري للاقتصاد الرقمي وأكد السواحة على وجود رغبة كبيرة لدى الشركات السعودية للاستثمار في جمهورية مصر وأنوه الوزير السعودي بأنه اتفق مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري على ترشين عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين في قطاع التحول الرقمي بقيمة مليار دولار أشارت شركة مبادلة للاستثمار المملكة لحكومة أبوظبي إلى أن مجموعة كارلايل جروب الأمريكية ستشتري منها حصة تتراوح بين 30 و40% في شركة الطاقة الإسبانية سيبا بقيمة 4.8 مليار دولار ليكون تقييم الشركة الإسبانية أن نحو 12 مليار دولار وستجمع شركة كارلايل تمويل الصفقة والتي قد تتم نهاية هذا العام من مصادر مختلفة ومن المقرر أن تبقى مبادلة المساهم الأكبر في شركة سيبا علما أنها كانت قد أعلنت العام الماضي عزمها طرح 25% من أسهم الشركة الإسبانية للاكتتاب العام نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مساهم شركة نيسان موتور يوافقون على إقالة الرئيس السابق كارلوس غصن من مجلس إدارة الشركة حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كل الشركات والمصارف حول العالم من التعامل مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بعد إدراجه من قبل واشنطن على لائحة المنظمات الإرهابية وقال بومبيو إن الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقتضي بالتأكد من أن كل المؤسسات التي يقومون بعمليات مالية معها ليست على أي علاقة مدية بميليشيا الحرس الثوري الإيراني معتبرا أن النظام الإيراني لا يدعم الإرهاب فحسب بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب يدرس النواب الفرنسيون مشروع قانون يتعلق بفرض ضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة ويرى وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير في ذلك مرحلة نحو فرض ضريبة في القرن الواحد والعشرين أكثر عدلة وفعالية وبالنسبة إلى المشروع الفرنسي لفرض ضريبة على عمالقة الانترنت جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل فإن ذلك مستوحى من مشروع أوروبي لم يفضي الشهر الماضي إلى نتيجة بسبب تحفظ أربعة دول وهم أيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا نتابع الآن أبرز المؤشرات لسواق العالمية وسعر النفط والمعادن الرئيسية وفق مساهم شركة نيسان موتور على إقالة الرئيس السابق كارلوس غصن من مجلس إدارة الشركة وكان الاجتماع الذي عقد في توكيو الأول من نوعه منذ توقيف غصن بناء على اتهامات تتعلق بارتكابه مخالفة مالية كما وافق المساهمون على تعين جان دومينيك سينار رئيس شركة رينو الفرنسية وهي شريك في تحالف مع نيسان خلفا لغصن كما أعطى المساهمون الضوء الأخضر للإطاحة بغرين كلي من مجلس إدارة الشركة وهو مشتبه به بالتعاون مع غصن في سوء سلوك مزعوم اشتركوا في القناة